ترجمة نانسي قنقر في جامعة الدول العربية في القاهرة ورعاية غرفة تجارة البحرين للتجارة والصناعة برئاسة السيد سامير عبدالله ناس رئيس الغرفة انطلقت النسخة الثانية من رالي العرب لريادة الأعمال والتي تمثل مملكة البحرين النموذج الأكبر فيها وذلك استكمالا لدور المملكة في أهمية استشراف المستقبل بتقديم الأفكار والمبتكرات للشباب العرب وهو ما أكده السفير كمال حسن علي الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية بعد اجتماعه مع السيد سامير عبدالله ناس ونخبة من رواد الأعمال العرب وحقيقتنا سعيد غاية السعادة بأن هذا العمل يتم بشراكة بمؤسسات كبيرة في الوطن العربي بمؤسسات العمل العربي المشترك الأكاديمية العربية للعلوم التكنولوجيا والنغل البحري اتحاد الغرفة العربية غرفة البحرين ليونيدو البحرين مكتب دعم الاستثمار والتكنولوجيا في البحرين نكون لنا كغرفة البحرين مشاركة ولو بسيطة في النسخة الأولى ونحاول نكون لنا دور فعال للمساهمة لاستمرارية هذه المسابقات لأن هدفنا السامي على مستوى بعيد على مستوى الوطن العربي وتشجيع الشباب الرواد وأصحاب الابتكارات للنهوض بالاقتصاد الوطني العربي إن شاء الله وبدوره أكد السيد سمير عبدالله ناس أهمية انطلاق هذه النسخة من رال العرب من مقر جامعة الدول العربية وعلى دور مملكة البحرين في هذا الإطار لتحقيق أهداف مسيرة التنمية الشاملة بقيادة حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى وبعد أن تسلم السفير كمال حسن علي الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية درع غرفة البحرين للتجارة والصناعة في مقر الجامعة عقد اجتماع برئاسة الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط ثمن فيه دور المملكة الرائد في مجال ريادة الأعمال وعلى الدور الذي تلعبه لخدمة الاقتصاد الوطني والعربية أعقبه مؤتمر حضره نخبة من رواد العمل العربي ممثلون عن جامعة الدول العربية وغرفة التجارة والصناعة بالبحرين ومنظمة اليونيدو مكتب ترويج الاستثمار والصناعة بالبحرين والأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا وألقى مندوبة البحرين كلمات أشاد فيها بالتعاون العربي مع مملكة البحرين لانطلاق رالي العرب لريادة الأعمال وقالوا عاقب الاجتماع قناعتنا الراسخة في الشباب العربي والفرص نعطيهم مجال ومنصات نشجعهم ونحفزهم أن هذه الطاقات تطلع الشباب العربي مبتكر وعنده أفكار ولكن اللهم أنه إعلاميا وتحفيزيا يبي لهم دعم ورعاية نحن في منتاز سعادة النهاردة والبحرين التي تقود العمل اليوم في إدخال القطاع الخاص في منظومة احتواء الشباب وتقديم رواد الأعمال إلى العالم بدأنا الدورة الأولى لرالي العرب أطلقت في البحرين بدعم من جلالة الملك ومن غرفة تجارة البحرين طبعا في اتحاد الغرف العربية تبنينا هذا الأمر باعتبرنا ممثلين للقطاع الخاص العربي وأطلقنا هذا العمل عشان الشباب العربي في 22 دولة عربية يقدموا أفكارهم ويقدموا مشروعاتهم من خلال جامعات في الدول العربية والحياة كانت النتيجة مبهرة جدا اليوم طبعا كان عندنا عدة لقاءات منها بلقاء مع الأستاذ عضو الغيات الأمين العام وتكلمنا باستفادة عن منتدى منتدى رواد الأعمال إن شاء الله سيكون نهائياته هو رالي العرب أيضا ستكون في دبي أكشبو لكن ستكون الاستضافة في رواق جامعة الدول العربية هكذا انطلقت النسخة الثانية من رالي العرب لريادة الأعمال من مقر جامعة الدول العربية وبرعاية غرفة تجارة وصناعة مملكة البحرين ليزداد نموذج مملكة البحرين لريادة الأعمال تألقا شكري عبد الحميد لتلفزيون مملكة البحرين من مقر جامعة الدول العربية القاهرة شكرا